ازايكم حبيب واصدقائي? هنعمل مع بعض وصفة لذيذة بالكوسة. آآ بطريقتين آآ صنيتين يعني. وهتبقى اقتصادية خالص بكيلو من الكوسة. هنعمل صنيتين. وكمان اللحمة كمان مش كتير. يعني حوالي تلتمية جرام من اللحمة. وكمان آآ هنعمل كريمة برضو خفيفة جدا ومش تقيلة. وعايز اقول لكم ان هي حلوة كمان في الدايت. والولاد هيعجبهم قوي الاشكال دي وهياكلوا منها برضو. مغزية ولذيذة وخفيفة وجميلة جدا واقتصادية. يلا نشوف الطريقة مع بعض. بس متنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشات. لو عجبكم الفيديو. اول حاجة عندي كيلو من الكوسة. هاخسله طبعا حلو. الحجم الكوسة عندي هيبقى كبير. بس انا كنت الحقيقة جايبة شوية كبير على صغية. فعندي الكبير اخدته بالشكل ده وبالشوكة وببديت اعمل فيه تجريحات كده بالشوكة زي ما انتم شفتوا في الفيديو. وبعدين بقطع الجزء من فوق كده زي برضو الفيديو كده شوفوه. اه وبقى المعلقة بفضي جزء مش بفضي كمية كبيرة عشان انا مش عايزة اهضر الكوسة. هعمل معاكم بواحدة كمان. اه ببتدي بالشوكة كده. اعمل تجريحات كده بس. ادم هي نظيفة ومخصولة. مش محتاج ان احنا نشيل القشرة. القشرة الكوسة برضو بتبقى فيها فوايد كتير. اه فاحنا مش عايزين اه نهضرها كمان. اه بشيل الجزء ده. حتة صغيرة كده. وببتدي بالمعلقة اه اشيل جزء كده بسيط خالص. احنا عايزين نستفاد بكل الكوسة ما هتضرهاش. بالشكل ده. زي ما انتم شايفين كده في الفيديو سهلة وبسيطة وهتعملوها بكل سهولة. دي حجم الكوسة الكبير. بالنسبة للصغير اخدته برضو وعملت فيه شريح كده بالشوكة وبعدين قطعته نصين. مش اكتر من كده. اه بجهز عندي بقى هنا اللحمة المفرومة مع معلقة زبدة او آآ معلقة من السمنة. اللحمة المفرومة حوالي تلتمية جرام مش كتير يعني. حاجة بسيطة خالص. عايزة اقول لكم انها اقصادية. آآ بصلايا برضو كبيرة او متوسطة. ملح فلفل بابريكا طنباودر بسالباودر. بهارات لحمة. آآ طماطمتين متقطعين. آآ مرقة خضار. آآ معلقتين من السلصة. بضيفهم والسلصة دي على فكرة اللي احنا فرزناها قبل كده. وهسيب لكم برضو لينك الفيديو. وبعدين بضيف آآ جزرتين آآ مبشورين. وبعدين كوباية من المية. بس سيبهم حوالي آآ ربع ساعة كده. مش كتير يعني لانه هيدخل الفرن تاني يعني. بجيب عندي الصنية الاولانية. وبعدين بحط الطبقة من اللحمة المفرومة برضو متوسطة. احاول اوزع كمية اللحمة على الصنيتين كده. بالتساوي. بحط بعد كده بقى عندي الكوسة. آآ وببتدي احط بقى في الفراغ اللي موجود آآ اللحمة المفرومة. مش هتاخد كمية كبيرة. بالشكل ده. آآ برضو الكوسة التانية آآ حطيت عندي هنا الكوسة اللي قطعتها آآ وحطت لها شوية شربة لو كان عندك شوية شربة وحطيت بقية اللحمة الموجودة. الكريمة بقى بسيطة خالص. بطريقة سهلة. ايه كوباية من اللبن. مرأة من الخضار حوالي نصف آآ مكعب. ومعلقة واحدة من اللي دقيق. وبقلبهم على وارفعهم على النار لغاية ما يتقل عندي كده. بضيف عندي بقى البيضة. ودي طبعا اللي هتديها اللون. آآ ممكن تضيفه برضو آآ فلفل اسمر. آآ برضو علشان لو بيضة مسلا بيتو بقى راحتها زفرة او حاجة. ممكن نضيف عليها فلفل اسمر وبضربها. آآ طبعا دي ممكن نضيف كمان آآ جبنة موزاريلا بس انا حبيت انها تكون خفيفة آآ مجرد بس ان هي كريمة كده تدي لون ويبقى شكلها حلو. حطيت بالشكل ده في السنية الاولانية. وبحطها برضو في الفرن آآ على درجة حرارة آآ وعشرين. آآ الصنية التانية برضو آآ طبعا بعد ما حطيت اللحمة من فوق برضو عملت زي آآ آآ اجزاء كده بالكريمة زي ما انتم شايفين في الفيديو. حطيتها في الفرن ما اخدتش ساعة وحمرت لوحدها من غير ما اشغل شوية ولا اي حاجة استود. ببتدي بقى اعمل شكل كده عشان برضو الولاد يعجبهم الاشكال الجميلة دي. وطبعا بتدي طعم كده لو عندنا اي علبة او حتى الكيس الصغير آآ ونعمل بيه شكل كده مديد وطعم جميل. وشكل حلو. عايز اقول لكم ان الكوسة جميلة قوية ومستوية وطرية وزي وطعمها بقى عايز اقول لكم ان احنا عادنا عليها خلصناها كلها. الصينيتين يعني. اللي كنت عاملها دين ليا عشان عاملها ضايت. بس هي آآ يعني الاتنين يعتبر ضايت. يعني ما فيوش حاجة اسمينة يعني. آآ وبعد كده برضو عملت اشكال كده. بس انا كلتها من غير العيش ولا رز. هم بقى اكلوها آآ بالرز. طلع جميلة جدا ولزيزة. ما اخدتش حوالي ساعة بس في الفرن وطلع زي ما اقول لكم كده مستوية وجميلة. وطعمها آآ لزيز وناكهة جديدة للكوسة. بطريقة لزيزة. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة. واللايك والشير. وكمان آآ ياريت تشرفوني على الصفحة. باي باي.